بطولة الدور الإفريقي النسخة الأولى أو ما كان يطلق عليها في السابق السوبر ليج أكيد ما كانت ستتم لولا دعم الاتحاد الدولي يعني نتكلم بأمانة وبكل صراحة الاتحاد الإفريقي رغم كل المشاكل اللي كان بيواجهها في الفترات الأخيرة ما كانش يقدر ياخد قرار بتنظيم هذه البطولة لولا تدخل الاتحاد الدولي وتحديدا رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفنتينو ليه؟ لأنه هو تحمل كثيرا من أجل إقامة هذه البطولة الشركة التي تم توقيع عقد تنظيم وإدارة البطولة شركة إيطالية ليست شركة إفريقية ما قرها في رواندا وهناك شركة أخرى مسؤولة عن البث الفضائي والعقود والرعاية والإعلانات كل هذه الأمور أكيد جاية نتيجة اتصالات مهمة جدا قام بها الاتحاد الدولي مع الاتحاد الإفريقي تعالوا نشوف كلمة مهمة جدا وجهها السويسلي جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكل محبي كرة القدم في القرى الإفريقية بالترحيب والحديث عن النسخة الأولى للدوري الأفريقي لقد كانت الفيفا دوما تساند الكاف والدوري الإفريقي الـ AFL عن طريق مشاركتها بمصادرها ومنظمتها وخبراتها اللوجستية وأفكروا بالقول إن الكاف والـ AFL قاما بعمل رائع بما قدماه حتى الآن لإحياء تلك البطولة كلمة مختصرة ترحيب من جياني إنفنتينو للنسخة الأولى للدوري الإفريقي وكان نوجهها بالتأكيد في مراسم القرى لكل الناس المتابعين للكرة الإفريقية طيب